نشاهدين إذن الحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معي من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم سيد وفاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد مسعود برزاني يطالب المجتمع الدولي وكذلك الأمم المتحدة بضمان إجراء انتخابات نازيها هل لديكم في الداخل أي مخاوف وإن كانت توجد؟ ما طبيعتها؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لحضرتك والجميع مشاهدين قناة الرشيدة العزيزة طبعا بعض التدخلات السياسية التي جرت على انتخابات تقليم كردستان ومقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني لهذه الانتخابات طالبا بتعديل بعض القوانين التي هي مثلا أبرزها عندما تم إلغاء مقاعد الكوتا اللي داعش المقعد الأرمني المسيحي الآشولي التركماني داعش مقعد من هذه المكونات الأصيلة التي تعيشها معنا آلاف السنين وهناك مئات إلى آلاف من هذه الأصوات تم إلغاء هذه المقاعد من المحكمة الاتحادية هذا طبعا يأثر على التعايش السلمي القومي الديني الجميل الموجود في إقليم كردستان وهذه هي ملاحظات الحزب الديمقراطي الكردستاني ثانيا تجريد حكومة إقليم كردستان وسلطات إقليم كردستان من جميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللي أعطاها الدسور العراقي بالمادى 121 تجريد سلطات الإقليم من إجراء هذه الانتخابات والمفوضية العلية في بغداد حتى غرفة عمليات الانتخابة ستكون في بغداد ثالثا أربعمائة ألف ناخب لا يستطيعون التصويت بسبب مشاكل في بصمة الصواطين والجميع هم من الدمقراطي الكردستاني نحن نعم هناك مؤامرة مدروسة وممنهجة من بعض الأحزاب السياسية والمفوضية لتجعل كفة الاتحاد الوطني في هذه الانتخابات رابحة ولهذا هناك مطالب من الحزب الديمقراطي الكردستاني والتأييد أيضا من كثير من السفرات والخصصيات وحتى من الاتحاد الأوروبي يؤكدون يجب أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة وغير معروفة ومعلومة نتائجها من قبل يعني أسألك طيب عن الضرر الذي يحذر منه الاتحاد الوطني الكردستاني ما هو هذا الضرر بحال عدم إجراء الانتخابات بموعدها المحدد لا يوجد أي ضرر لسبب واحد انتخابات تأجر ثلاث مرات هذا المفروض أن يتم الانتخابات في 18 عشر 2022 مدة نهاية مجلس نواب قليم كردستان ولكن بطلب من الاتحاد الوطني ومن الأحزاب طلبوا من الديمقراطي تأجيل الانتخابات لمدة عام تم تأجيل إلى 18 عشر 2023 ومرة أخرى بطلب منهم تم تأجيل إلى الشهر الثاني ومرة أخرى بتقديم طؤون من الاتحاد الوطني للمحكمة الاتحادية على مسائل الكويتة أيضا تم تأجيل إلى عشر ستة ولهذا هي أجل ثلاث أربع مرات وأنا أعتقد كما قال السيد مسعود البرزاني تأجيل الانتخابات إذا يؤدي إلى انتخابات نزية وشفافة وإرجاع حقوق هذه المكونات لكي يشاركوا أفضل بكثير من أن نقوم بانتخابات غير نزية وهل فعلا أن الاتحاد الوطني لا يملك الجرء الكافي لإجراء الانتخابات بظل مقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات أكيد لدينا تعليف خويفي لإجراء الانتخابات مع الاتحاد الوطني ومشاكل كثيرة ومحاولات التأجيل ومحاولات كثيرة حتى في جميع الاتخابات السابقة كانت عدد مقاعد الاتحاد الوطني ضئيلة جدا آخر انتخابات لإقليم كونستان في 2018 حصل الديمقراطي على 45 مقاعد بينما لم يحصل الاتحاد على 22 مقاعد ومع ذلك كان الديمقراطي دائما لا ينظر إلى المقاعد بل ينظر إلى وحدة الصف الوطني الشامل ويأتي بالاتحاد ويعطي سد وزارات ويعطي نائب رئيس الأقليم ويعطي رئيس البرلمان من أجل وحدة الصف الوطني وهم متأكدون من هذا الموضوع وهم متأكدين ومتخوفين من قوة وشعبية الحزب الديمقراطي الكورساني لهذا دائما يلجأون إلى مسارات أخرى أما أن يتأكدوا مع حلفائهم الموجودين في الإطار التنسيقي والمفوضية لكي يعطيهم انتخابات غير نسية كما حصل في كاركوك ولهذا الحزب الديمقراطي الكورساني مصر على أن تكون الانتخابات نزية وشفافة وبمراقبة الأمم المتحدة وهل لا زال الحزب الديمقراطي يصبح على موقفه برفض قرارات القضاء الصادرة من بغداد ولماذا؟ الحزب الديمقراطي الكورساني يطالب بعض القرارات المحكمة الاتحادية صارت قرارات باتة ومنزمة حتى مع انتقاداتنا لقراراتهم ولكن هناك بعض القرارات بيد المفوضية أي المفوضية هي الآن تستطيع أن تحسن بعض الأمور مثل 400 ألف مثل غرفة العمليات يجب أن تكون في أربيل مثلا مشاركة الكوتا واللغاء ضمن المئة مقعد الموجودين هذه المطالب هو ليس ضد قرارات المحكمة الاتحادية أن استطاعت المفوضية الأولية لانتخابات أن تدرس مطالب الحزب الديمقراطي الكورساني لكي يكون هناك إجراء انتخابات نزية وشفافة وما هي الكبول الوساطية التي يمتلكها الإقليم لتقريب وجهات النظر مع بغداد بخصوص انسحاب الحزب الديمقراطي الكورساني في حالة انسحاب الحزب الديمقراطي الكورساني وهو الحزب الأكبر على مستوى العراق وعلى مستوى أقليم كورسان أكيد يعني 60% 70% إذا لم يشاركوا فيها الاتخابات هذه الاتخابات سوف تكون ضعيفة جدا وأكيد المجتمع الدولي وحتى المفوضية وحتى السفارات طالبوا أما بدراسة مطالب الحزب الديمقراطي الكورساني لكي يشارك الديمقراطي أو على الأقل تأجيل الانتخابات إلى أربعة شهر أخرى وأنا أعتقد هذا ما سوف يحصل لأن لا تنسي قرار تأجيل الانتخابات هو قرار يحتاج إلى مرسوم من رئيس قليم كونستان يعني يستطيع الآن السيد نيوتيفان برزاني أن يطلب منه أن يؤجل الانتخابات إلى أربعة شهر أخرى واضح إذن من أربيل عضو الكفة الديمقراطي الكردستانية سيد وفاء محمد كريم شكرا جزيلا لانضمامك إلينا